موسيقى كثيرا من الايزيديين القاتلين في مخيم النروز شمال سوريا يعربون عن خشيتهم من العودة الى وطنهم في قضاء سنجار في العراق على الرغم من تحريره بالكامل من قبدة عصابة داعش الارهابية وبرر الايزيديون ذلك بخشيتهم من تكرار جرائم عصابة داعش التي ارتكبت بحقهم وما زالت عالقة في ذاكرتهم في مخيم النروز شمال سوريا يقطن الازيديون الذين فروا من قضاء سنجار الواقع الغربي مدينة الموصل العراقية بعد ان سيطرت عليه عصابة داعش الارهابية وارتكبت بحق سكانه الازيديون ابشع الجرائم والانتهاكات ذبحا وتنكيلا واحراقا لاسيما في صفوف النساء ما اعتقد يعني اي ايزيدي ينسى هذه المأساة وهذا الحزن الذي في جبال سنجار كان في ثلاثة ثمانية عاب 2014 كانت يعني مأساة في صراحة ما كنا نتوقعها ولا كانت على البال في يوم مثل ذاك اليوم قبل نحو اسبوع اعلنت قوات البشمرقة وبالتعاون مع قوات الامن العراقية تحرير سنجار من قبضة عصابة داعش بالكامل وهو الامر الذي استقبله الازيديون بفرحة تشوبها غصة لا يمكن ان تنسى بفعل ما تعرضوا له من اجرام وارهاب على ايدي العصابة حيرة اذا بات الازيديون يشعرون بها وسط خيارين لا ثالثة لهما فاما ان يغلبهم شعور الحنين لارضهم ويقررون العودة الى سنجار مع كل ما يحمله ذلك من مخاطر ما زالت تواجههم حسب قولهم من قبل عصابة داعش واما ان يختاروا البقاء في المخيم الامن نسبيا اذا ما قورن بالعودة الى سنجار حيث ما زال شبح داعش يطاردهم حتى بعد تحرير القضاء اشتركوا في القناة